تنسيق أم تخادم أم تقليد بين ميليشي الحوثي الإنقلابية والانتقالي الجنوبي التابع للإمارات في معارضة شرعية هادي ومحاولات إزاحته من المشهد وابتلاع مؤسسات الدولة الشرعية واستهداف كل ما له علاقة بها تشابهت الأدوار حتى في محاولة الانقلاب المسلح الفاشلة التي نفذها الانتقالي على الشرعية في عدن في نهاية يناير 2018 حول البرلمان اليمني آخر ما تبقى من أعمدة الجمهورية الأولى يدور سجال جديد وجولات صراع واستقطاب بين محاولة إحيائه واستثمار مضلة التشريعية وبين تشضيه والإجهاز عليه مساع جديدة لاستهداف هادي وإزاحت شرعيته ومستقبله السياسي من قبل ميليشي الحوثي الإنقلابية والانتقالي الجنوبي هل يتقسم الطرفان المناوئان للشرعية مضلة اليمنيين التشريعية أم ينجح في الالتفاف على الشرعية وإزاحتها ويتشاركان سلطة اليمن مستقبلاً من حضر موت في زيارته الأخيرة أعلن الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات رفضه انعقاد أي اجتماع لمجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن ودع القيادي فيه أحمد بن بريك الجنوبيين من أعضاء مجلس النواب اليمني الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي توجه الانتقالي الأخير يفسر تصريحات نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي المقرب من هادي حول أسباب تأخير اجتماع البرلمان في عدن والذي كان مقرراً في يناير الماضي الشدادي أكد أن النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات ولكنهم بانتظار الإشارة من الرئاسة ومن قوات التحالف وأن هناك أسباباً تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه تأخرت إشارة التحالف الشرعية لعقد اجتماع البرلمان فيما تلقى الانتقالي المدعوم من أحد أجنحة التحالف إشارة بسحب ما جمعه هادي من نصاب تشريعي وعرقلت أي مساعي لاجتماع البرلمان في عدن تعرقل أعمال الشرعية بحجج التأمين والتهيئة ويؤمن التحالف مواكب الانتقالي ويسخر له كل الإمكانيات خطوة الانتقالي وتصعيده ضد اجتماع البرلمان في عدن ودعوته أعضاء مجلس النواب الجنوبيين للانضمام له أتت بعد خطوة الانقلابيين في صنعاء أعلنوا فيها عن ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية لملء المقاعد الشاغيرة في مجلس النواب في محاولة لتعويض أماكن البرلمانيين الذين توفوا أو الذين تمكنوا من الإفلات من مناطق سيطراتهم والانضمام للشرعية أربع سنوات وهدي يجمع أوراقه ويحشد أعضاء البرلمان لاكتمال النصاب القانوني وسحب السلطة التشريعية من الميليشيا الانقلابية لكن يبدو أن رغبات التحالف تمشي عكس تيار هادي وستذهب جهوده وما جمعه من أسماء لبرلمانيين لصالح كيان موازن آخر يرعاه التحالف وهو الانتقالي الجنوبي